جرياً على عادة أكثر أجهزة القمع تسلطاً في منطقتنا تكرر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مشاهد الاعترافات التي تملى على معتقلي الرأي والناشطين السياسيين بعد تعذيب وترهيب وإذلال هذا هو حال الناشط السياسي المعروف على الشرعبي الذي أنظى قرابة ثلاثة أسابيع في سجون الميليشيا الإنقلابية بصنعاء ولا يزال منذ اعتقاله في ظروف بالغة السوء وقبل أن يطل على شاشة قناة المسيرة وهو يردد بالحرف ما أملاه عليه سجانه بيان الميليشيا الذي أذعته ذات القناة مصحوباً باعترافات الناشط الشرعبي وصف هذا الناشط بأنه أخطر المتورطين في خلايا التخريب والفوضى بهدف التبرير للإجراءات القمعية التي مورست بحقه وهو الذي يشبه الملايين من اليمنيين الرافضين لسلطة الأمر الواقع التي جرت البلاد إلى أسوأ دورة عنف لا تزال تعصف بها حتى اليوم لم يخفي على الشرعبي هويته السياسية منذ أن فرضت ميليشيا الحوثي سلطة الأمر الواقع القمعية في صنعاء بتواطئ ودعم من الدول ذاتها التي يدعي الحوثيون أن الشرعبي يخطط لإثارة الفوضى بدعم منها أظهرت قناة المسيرة الشرعبي مقراً باعتراف صممت من قبل الميليشيا عمداً بهدف التبرير لما تنوي القيام به من إجراءات قمعية على المواطنين اليمنيين الرازحين تحت سيطرتها يدفعها القلق من إمكانية اندلاع موجة احتجاجات واسعة ضداً على الانهيار المعيشي الحاد الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين بالموت جوعاً قد يناقش مع بقية الأحزاب كيف يتم تنظيم تعركات جماهيرية تتعلق تحت ثورة الجياع مع الأحزاب الموجودة الموجودة في القاهرة رابطت الميليشيا اعترافات الشرعبي ونشاطه المزعوم بأحزاب تتخذ من القاهرة مقراً لها زعمت أنها تنسق لمخطط تخريبياً بدعم من الرياضي وأبوظبي على نحو يثير التساؤل بشأن ما يصفه المراقبون بالتوجه الجديد للميليشيا التي احتفظت بنبرة ودية انتجاه القاهرة منذ بداية الحرب أقدمت الميليشيا بفعلاتها هذه على انتهاك القانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الدينية السامية على نحو يعكس حالة من تنامي القلق من تحول ميداني يضعها أمام تحركات شعبية يحركها حق الدفاع عن الكرامة ودافع شبح الموت برصاص الميليشيا أو بسياسات التجويع التي تمارسها